السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد في قناتكم لا حياء في تعلم الدين في هذه الحلقة سنتكلم عن مخاطر البلوغ المبكر لدى الفتيات لدى الإناث تقول إحدى الطبيبات المعروفات أتذكر أول مرة حدق في أحد الغرباء إلى ساقي العاريتين لقد كان ذلك في الصيف الذي بلغت فيه سن الحادية عشر من عمري لقد كنت يومها بصحبة والدتي داخل متجر صغير قريب من منزلنا وكان هذا الرجل المنحرف واقفا خلفي أنا ووالدتي في طابر الانتظار فقد كان يحدق في جسمي ويجول بعينيه نزولا وصعودا لقد بدى لي في نفسي سن والدي لكن نظرته لم تكن تنم عن مشاعر أبوة أي ليست نظرات بريئة وتستطرد هذه السيدة الطبيبة ساردة تلك الذكرى المؤلمة في حياتها كفتاة صغيرة بلغت في سن مبكرة كنت أبدو أكبر من سني كثيرا وكان عقلي حينها يواجه صعوبة في تدارك التغيرات الفيزيولوجية السريعة التي تحدث لي على جسمي كانت النظرات التي كان يحدق إلي بها الرجال تشعرني بالارتباك والقلق وإنعدام الأمان في كل مرة كان فيها أحد الغرباء يطلق صوت التقبيل كنوع من المعاكسة عندما أمر أمر أمامهم كان قلبي يكاد يتوقف من الخوف وكان حلقي يجف تماما حتى يومنا هذا ما زال بإمكاني سماع أصواتهم وهم يعاكسونني بأصوات مرتفعة وبالكلمات فاحشة من داخل سياراتهم وفي الشوارع وما زادني غيضا الآن هو أنني لم أتجاوز سن الحادية عشرة فلم أتعدى كوني مجرد طفلة صغيرة وبريئة صارت تخشى ارتداء التبان قد يبدو تحمل التعليقات الفاحشة والتحديقات غير البريئة ضرر صغير مقارنة بأنواع العنف الجسدي الجنسي الآخر التي تتعرض لها الفتيات لكن الدراسات أظهرت أن هذه التعليقات والمعاكسات والتحديقات المنحرفة قد تجلب مضرة عظيمة على الأطفال مما يعرضهم لخطر المشاكل والإضطرابات النفسية التي قد تلازمهم طوال حياتهم صلت بعد الحركات الاجتماعية التوعوية على غرار ميتو الضوء على التحرش الجنسي في أماكن العمل التي تشكل النساء معظم ضحاياه بشكل كبير لكن ما يغفل عنه الكثيرون هو التحرش الجنسي الذي يتعرض له أطفال صغار ومراهقون وهو الأمر الذي يعد موضوعا أقل شوعا بين الناس وذلك على الرغم من أن تعظم الحوادث من هذا النوع تملي بأنه موضوعا مستعجل جدا ولا يجب التهاون معه البتة ومن أسباب ذلك هو أن البلوغ صار يحدث في سن مبكرة جدا أبكر من السابق خاصة بالنسبة للفتيات في جميع أنحاء العالم تقريبا مع تراجع سن البلوغ لدى الفتيات اللواتي سرن يبلغن في سن مبكرة جدا حول العالم أصبح أطفال في سن السادس والثامنة في خطر كبير للتعرض للتحرش الجنسي يتم تحديد سن بلوغ الفتيات عادة بتطور الأثداء وبالنسبة للفتيات الأمريكيات كان البلوغ يحدث في حوالي سن الثانية عشر في سبعينيات القرن الماضي غير أنه وفقا لإحصائيات ودراسات في سنة 2011 فإن سن البلوغ تراجع إلى سن التاسعة ومما توصلت إليه إحدى الدراسات في هذا المجال هو أن 18% من الفتيات من الجنس الأبيض و43% من الفتيات الأفروأمريكيات غير الهيسبانيات و31% من الفتيات الهيسبانيات سرنا يبلغنا سن البلوغ مع حلول أعياد ميلادهن التاسعة وما زال الباحثون يجرون الدراسات المعمقة لاكتشاف سبب هذا التراجع الكبير الذي أصبح على إثره البلوغ يحدث في سن مبكرة جدا يضع هذا التراجع الكبير في سن بلوغ الأطفال بسن السادسة إلى الثامنة من أعمارهم في خطر التعرض للتحرش الجنسي حيث وجدت الدراسات أن الفتيات اللواتي يبلغن في سن مبكرة كنا أكثر عرضة للتحرش الجنسي من قارناتهم بغض النظر عما إذا كنا قد شاركنا في سلوكات جنسية من قبل كما تقع هذه الفتيات في دائرة اهتمام كل من أقرانهن والرجال البالغين على حد سواء واكتشف كذلك أن كل من الضكور والإناث الذين يبلغون في سن مبكرة يتعرضون للتحرش الجنسي من طرف أقرانهم في المملكة المتحدة على سبيل المثال اكتشف تحقيق أجرته قناة البي بي سي أن أطفالا في سن السادسة تعرضوا للاعتداءات الجنسية في القطارات ومحطات الميترو إلى غير ذلك من وسائل النقل العمومي ما زالت كاري يورغينز كاري يورغينز ذات السادسة والعشرين سنة من ولاية أوريغون في الولايات المتحدة تتذكر حادثة وقعت لها عندما زارت هي وعائلتها أحد المنتزهات المائية عندما كان عمرها 11 سنة حيث تبعها رجل بيغ إلى داخل أحد أحواض المياه الساخنة ووضع ذراعيه حولها وسألها عن أي المدارس ترتاد وكم كان عمرها تقول كاري راوية ما حدث لقد همنت بالفرار راكضة نحو قسم آخر من ذات متنزه ولحق بي وحاول مداعبتي لم أكن أدري كيف يتوجب علي التصرف تجاه ما كان يحدث لي ولم أكن أعرف كيف أستجب لذلك لأن المجتمع يلقن الفتيات بأن يكون لطيفات مهما كان الأمر وتضيف كاري بأنها تتذكر أنها كانت تفكر إذا كان هذا هو معنى أن تكون مرأة فأنا لا أرغب في أن أكون مرأة على الإطلاق على الرغم من أن مرحلة البلوغ تمثل الكثير من التحديات لجميع المراهقين غير أن الفتيات الذين يبلغن في وقت مبكرا يكون أكثر عرضة بشكل أخص حيث اكتشفت دراسة حديثة تتبع فيها الباحثون أكثر من سبعة آلاف مرأة على مدار فترة تجاوز 14 سنة أن الحيض المبكر كان مرتبطا بارتفاع مستويات الاكتئاب وتعاطي المخضرات والضراب الأكل والسلوكات غير الاجتماعية في سن الرشد تقول في هذا غاين ميندل إحدى المشاركات في الدراسة وبروفيسورة في علم النفس في جامعة كورنل لقد ثبت تكرر الأثار السلبية للبلوغ المبكر على الصحة النفسية في العديد من الدول حول العالم قد يكون السبب في ذلك راجعا لكون الفتيات اللواتي يبلغن في سن مبكرة يتعرضن لقدر كبير من الاهتمام غير المرغوب فيه وكذلك التعليقات المتعلقة بأجسامهن من طرف شباب يكبرونهن سنا أو رجال حتى وتوضح من ذلك أن أهم شيء حول البلوغ هو أنه مرئي وواضح للآخرين لكن طفلة صغيرة مع ثديين صغيرين لا تتعدى كونها طفلة صغيرة كما أنها لا تكون أفضل في التعامل مع هذه الوضعية من قارناتها اللواتي لم يتطورن أو يبلغن بعد أضف إلى ذلك أنه في سن العاشرة ما تزال قائمة النشاطات المفضلة لدى الفتاة هي اللعب بدوم باربي ومشاهدة أفلام الكرتون في البيت كما أنها عاطفيا لا تكون مستعدة بعد لاستيعاب طبيعة الاهتمام الذي تحظى به من طرف الرجال تشكل النظرة الجنسية تجاه الفتيات الصغيرات مشكلة أكبر وأفقم لدى الثقافات التي يتم فيها وسم الطفل على أنها جاهزة للزواج بمجرد بلوغها اليوم تقدر منظمة اليونسيف لحماية الطفل أن واحدة من كل ثلاث نساء حول العالم تزوجت قبل سنة الخامسة عشر أي أن أكثر من 250 مليون امرأة تزوجت قبل سنة الخامسة عشر ولا يعتبر هذا الأمر واقعيا في البلدان النامية والفقيرة فقط حيث تتيح معظم الولايات في الولايات المتحدة الامريكية كذلك زواج القصر اللواتي لم تتعد أعمارهن الثالثة عشر سنة أو أقل في بعض الحالات وتقدر منظمة غير الربحية المكرسة لمساعدة النساء والفتيات في الولايات المتحدة على الهروب من الزواج القصري أن حوالي 248 ألف طفلة صغيرة لم يتجاوز عمرها الثانية عشر تزوجت في الولايات المتحدة الامريكية بين سنتي 2000 و2010 تستمر تبعاتي وأثار الزواج المبكر السلبية لسنوات طويلة أو مدى الحياة حيث تؤثر غالبا على قدرة الفتاة على الحصول على تحصيل علمي وتعرضها للعديد من المشاكل الصحية الخطيرة ففي العديد من المناطق الريفية في بنغلاديش على سبيل المثال يتم تزويج الفتيات فور تجربتهن أولى دوراتهن الشهرية وعندما تحبل هذه الفتاة الصغيرات يكون عرضة بنسبة واحد في مئات بالمئة لخطر الموت أثناء الإنجاب وتلك نسبة أكبر بخمس مرات من النساء بين سن العشرين والرابعة والعشرين مما يجعل هذا النوع من حوادث الموت شائعا بشكل غير مقبول وبينما قد نحتاج مستقبلا لإجراء المزيد من الأبحاث حول التبعات والآثار السلبية للزواج المبكر على الصحة العقلية للفتاة فقد وجدت دراسة أجريت في أثيوبيا علاقة إيجابية بين الزواج المبكر وارتفاع خطر الانتحار لدى الفتيات في سن العاشرة ويكمن جزءا من الإشكال في طبيعة العائلات ومفاهيمها المغلوطة فعندما تبدأ فتاة ما في إظهار علامات البلو حتى قبل دورتها الشهرية الأولى بزمن طويل تخشى بعض العائلات أن هذه الفتاة ستنخرط في علاقات جنسية أو أنها ستتعرض للاعتداء الجنسي ومنه يعتقدون أن الزواج هو الأفضل حل لذلك لأنه عبارة عن وسيلة لحمايتها في وجهة نظرهم يقول في هذا الصدد نضال كريم خبير الشؤون الجندرية لدى منظمة كاير الدولية غير الربحية التي تركز نشاطاتها في كل من النيبال وبنغلاديش يقول هذا الأخير وهما دولتان تعطفع فيهما نسبة زواج القصر بشكل خطير يقول يخلق هذا الخوف الصادر عن العائلات والأهل محيطا خانقا حول الفتاة بحيث كلما تقدمت بالسن كلما سقر عالمها وذلك بسبب المزيد والمزيد من الحظر الذي يفرض عليها وعلى نشاطاتها وعلى حريتها ويضيف كريم في سياق كلامه يصبح النضوج الجنسي للفتاة هنا مشكلة ومصدر قلق للآخرين لكن الفتيات هنا نادر ما يتلقين أي ثقافة أو معلومة حول أجسامهن أو نضوجهن أو العملية الجنسية أو التناسل بهدف تحضير وحماية أنفسهن ترجمة نانسي قنقر